تشهد المناطق السياحية في جنوب سيناء مبادرة لجذب المواطنين تحت عنوان اعرف بلدك تستقطب المبادرة الشباب المغامرة المحبة للمناطق الطبيعية ولتسلق الجبال والمشي في الصحراء تحت عنوان اعرف بلدك بدأ أحمد بركات مبادرته لتشجيع وجذب السياح إلى واحدة من أجمل وأعرق مناطق جنوب سيناء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وجدت المبادرة اهتماما وتشجيعا من قبل محبي الطبيعة وتسلق الجبال والمشي في الصحراء يبدأ تجمع المغامرين من محافظات مصر وصولا إلى الكامب الواقع بمنطقة صرابيت الخادم الساعة السادسة صباحا ليبدأ الاستعداد للمغامرة التي تبدأ بالسعود إلى جبل المكبر الذي يقع شمال صرابيت الخادم وهو عبارة عن تكوين طبعي ناتج عن نحر الهواء للحجر الرملية بينما يمكن رؤية عدة رسوم على صخور الجبل ترجع لعصور متعاقبة العملين مبادرة اسمها أعرف بلدك من خلالها بنحاول نعرف الناس بالبلد بالمنطقة بالحاجات اللي بنعملها هنا فالمبادرة الحمد لله لقيت أقبال كبير يعني من طلاب جامعات من دكاترة من بنات وشباب يعني ده كان حاجة حلوة بالنسبة لنا أننا نستيجي وتشوف المكان هنا بعد تسلق الجبل قبل غروب الشمس يحرس المغامرون على التقاط السور التذكرية والاستماع إلى شرح عن الجبل وما يختزنه من سروات طبعية لتبدأ رحلة العودة إلى المعسكر للراحة وتناول الطعام وفهم أبعاد مغامرة اليوم التالي والتي تتضمن الصعود إلى معبد الآلهة حطحور رحلة ممتعة عند الصعود لقمة جبل سربيت الخادم تشمل الطبيعة الخلابة والأثار الفرعونية التي تركها الأجداد المصريون في قمم الجبال تلك المنطقة التي تقع بها أقدم مستعمرات معدن الفيروز سميت بذلك الاسم لوجود عدد كبير من الكتل الصخرية داخله والتي أطلق على كل منها اسم صربوت أي الصخر القائم في حين ارتبط بها اسم الخادم وهي التمثيل المنتشرة داخل المعبد التي كانت تمثل الخدم بالنسبة لسكان جنوب سيناء لذلك عرف الموقع والمعبد باسم صربيت الخادم كنت بقى لي سنين عاوز أكي سربيت الخادم بصراحة وعرفت عن مبادرة أعرف بلدك أول ما سمعت عنها الفاترة التي فاتت دول بجد تحمس تقوي وبرضو في نفس الوقت كان الحمد لله مجموعة كتير من صحابي تحمسوا وجينا هنا المبادرة الأول سفرنا وجينا على سربيت الخادم كان في ساتة صبح رغم أن الناس مفروض لا معايد الناس بقنامة فيه بجد استقبلونا أحسن استقبلوا أحسن استقبل أنهم راحوا كل واحد وفي نفس الوقت بعد كده كفطار بجد كورما لتخل الرحلة إلى المعبد من مشاق صعود الجبل عبر درجات السلم وبعد أكثر من ساعتين في حين وقت المتعة الخالصة عندما يشاهدون المعبد ببواباته والأعمدة الشامخة برسومها الرائعة ويتميز معبد حطحور بوود نماذج فريدة من اللوحات ذات القمة المقاوسة التي تنتشر في المعبد والمنطقة المحيطة ترجمة نانسي قنقر